هذه الأحجار تعود لبقايا قلعة الأحفر الأثرية التي بنيت في العهد الآشوري وهي تقع في مركز المدينة والتي تعد معلما أثريا وتاريخيا مهما إلا أنها لم تسلم من عبث وتخريب العصابات الإجرامية حينما قاموا بتفجيرها ليزيل بذلك حضارة تعود تاريخها إلى آلاف السنين فصارت حطاما وأطلال الأصوات تتعالى من المواطنين وأصحاب الشأن بالالتفات إلى بقايا القلعة الأثرية وإعادة بنائها من جديد وفق آلية تتناسب مع مكانتها التاريخية وبإشراف مختصين في الشأن الأثري أتمنى من اليونسكو والمنظمات المهتمة بالالتفاف إلى هذه القلعة الأثرية لأنها إرث إنساني تمثل واحدة من أهم الرموز الحضارية في المدينة وإعادة ترميمها وبنائها بعد أن خربها العصابات الإرهابية أثناء سيطرتهم لمدينتنا لتكون القلعة من جديد رمز وحدة أبناء تلعفر تعود قلعة تلعفر الهوية الحضارية لمدينة تلعفر ولهذا نتمنى من الجهات المعنية أو المنظمات العالمية أو المحلية الإسراع بإنقاذ ما تبقى من قلعة تلعفر وعادة بناءه إعادة بناء قلعة تلعفر من جديد خطوة إضافية ستساهم في تعزيز السلم المجتمعي ورسالة واضحة إلى العالم في تمسك أبناء العراق بتراثهم وحضارتهم لطالما كانت هذه القلعة الأثرية مزر وحدة وشموخ وعزة أبناء المدينة اليوم تناجي باسم الثقافة والتراث أن تمد يد العون لها وإزالة غبار الدمار عنها لتكون أيقونة حضارية ورمزا للمحبة والسلام من قضائة الأحفر نور فاضل العراقية الإخبارية اشتركوا في القناة